قدرت مديرية أوقاف القدس عدد المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك قدرتهم بمائتي ألف مصلين قدموا من مختلف أنحاء فلسطين المحتلة على معبر قلندية رفقت كاميرا رؤية ألف المصلين القادمين من أنحاء الضفة الغربية في رحلة بدأت مع ساعات الفجر ورصدت معاناتهم مع إجراءات الاحتلال المشددة التي أسماها بالتسهيلات مع كل جمعة تنضي من شهر رمضان المبارك يزداد احتضان المسجد الأقصى للمصلين القادمين من مختلف أنحاء فلسطين التاريخية عشرات الآلاف صلوا اليوم الجمعة الثانية من الشهر الفضيل الآلاف منهم قدموا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية رحلة هؤلاء التي انتهت بالصلاة في الأقصى للتأكيد على فلسطينيته في قلب العاصمة الفلسطينية كانت مليئة بالإرهاق والجهد والتعب وبدأت من بيوتهم من بعد صلاة الفجر مرورا بتجديدات الاحتلال على حاجز قلندية بوابة القدسة الشمالية نواجه مشقات كثيرة من حواجز ومن أزمات ومن وقت نخرج من صلاة أداني الفجر حتى نصل إلى القدس والقدس لا تحمل أكثر من ساحة والله الأقصى كثير بيكون فرحان في رمضان وأيام الجمعة ولما كل هالناس تهل عليه لا تشوف حزنه في باقي الأيام يعني الحمد لله أهل الداخل ما بيقصروا لكن أهل الدفوا والله محرومين مع بداية الشهر الفضيل تحدث الاحتلال عن تسهيلات يقدمها للفلسطينيين تسمح لهم بالدخول للقدس والصلاة في الأقصى ما أسمه بالتسهيلات لم تكن سوى إدعاء حاول من خلاله الاحتلال أن يبيض صورته في الإعلام لكن الحقيقة ليست كذلك عديدون ممن انطبقت عليهم شروط الاحتلال قام الجنود بإعادتهم من حيث جاءوا لأن التسهيلات المدعى يتحكم بها مزاج الجندي الذي لا ينتمي لهذه الأرض كل العائدين كانوا يجرون أذيال خيبتهم بتقبيل واحد من حجارة الأقصى للتأكيد على تمسكهم بالقدس عاصمة أبدية تسهيلات ما فيه نهائيا أنا خامس مرة مجردين اجعوني جيش باستفززززها أكثر جمعوما يشوفها استفززززيات الجيش للشباب وخاصة الجيل الصغير هذه أنا حصل الموقف قداما الولد ما غلط وعشر جنود داروا على الولد في البساطير وفي البوريد وفي العصة وحشروا بزاوية حديد وبلش يضرب فيه عن جنبه سوا ألاف الفلسطينيين يتوجهون إلى عاصمتهم لأداء صلاة الجمعة الثانية من الشهر الفضيل في المسجد الأقصى الاحتلال يدعي وجود تسهيلات تتيح لهم الدخول إلى القدس لكن هذا الادعاء يمنع الكثير منهم من الدخول عبر هذا الحاجز حاجز قلندية المقام على أراضي القدس المحتلة من المدخل الشمالي للعاصمة الفلسطينية المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا